أهلا بكم على للا بلوس وصفة اليوم تتهم شعر التالف كيف يمكننا ندروا ماسك لشعرنا لكي يكون التالف في التقصف أو لكي تهرز أو لكي يكون حتى إلاستيك الوصفة اليوم سهلة بسيطة بمكونات من المنزل ما هي المكونات؟ عندنا تناخد جميع علقات كبار من العسل وحبا دي لكي يكون أحسن ثم زيت سمسم ثم زيت جوب جوبة و الباق دي كاريتة ناخد جميع علقات قيمة جميع علقات العسل نزيد عليهم قيمة جميع ملعقة كبيرة من زيت السمسم زيت السمسم زيت السمسم زيت زنجلان نأكد بأنها تكون مطحونة بمعايير التي تحترم لنا الجودة باش هاد الزيت هادي تبقى محتفظة على الفعالية اللي فيها ثم ناخد معلقة كبيرة ديال زيت جوجوبة نخلط نخلط احتها و ناخد جوجوبة معلقة من الزيت جميع و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف و نضيف على المخلط و نضيف و نضيف جميع الحصول على خلط و نضيف على المخلط و نضيف بهذه الطريقة ثم نقوم بالوضع على الخاصلات من الجذور إلى الأطراف ونجمعه بواحد الفيلم بلاستيكي ونجعله حتى الستاء الساعات في شعر إذا كان لدينا حمام أفابير نستعمل في هذا الماسك مجرد 30 دقيقة وإذا ما نجعلنا من الأحسن أننا نجعله فيلم بلاستيكي ثم نجعله في شعر حتى الستاء الساعات ومن بعد ذلك نقوم بالغزل شعر ونشطفه بالماء الدافي ثم الشامبوان خالي من السلفات والماسك نتمنى أن الوصفة اليوم تكون راقة الإعجاب لكم وإلى اللقاء في وصفات جديدة اشتركوا في القناة